بسم الله الدرس الثاني من كتاب أسهل نسالك وبعد إن العلم فرض الذي ما كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام وإن خير معتنا وشمر له الفتاة ما فيه نفع للورى وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي ميسرا وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي ميسرا للفاضل السهاء إبراهيم حباه مولاه الرضى المقيم يدعى بترضي بالمريد السالك وبعد إن العلم فرض لزما كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام وإن خير معتنا وشمر له الفتاة ما فيه نفع للورى وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي ميسرا للفاضل السهاء إبراهيم حباه مولاه الرضى المقيم يدعى بترضي بالمريد السالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا محمد محمد الرحمة المهدات للعالمين الذي ورد عنه أنه قال إنما بعثت معلم قال النظم رحمه الله تعالى وبعد إن العلم فرض لزما كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام بعد إن العلم فرض العلم حيث أطلق عند العلماء المراد به العلم الذي يوصلك إلى الله تعالى أما علم الدنيا فلا يعد علما لذلك قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافل ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم ما أكسب خشية العليم وما خلا منها فجاهل منه ومعلوم أن علوم الدنيا لا تصلك إلى الله تعالى ولا تكسبك خشية العلم بل الدنيا مطية الآخرة لمن أحسن ركوبها ومن تعلم العلوم الشرعية فجعل الدنيا مطية للآخرة أما علوم الدنيا لذاتها لا تصلك إلى الله تعالى وهذا يغلط فيه كثير أو يتعمده كثير من المحاطنين الآن عندما يتكلمون عن العلوم العصية الآن ويسمونه العلم الجديد ويسمونه بالإنجليزي ساينس يقولون علم الإنسان ما لم يعلم هذا ترغيب في غير مرغب فيه فالله سبحانه جل جلاله قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فنص المفسرون هنا كصاحب ضياء التويل وهو تفسير نافع جدا للفودي وأصله من مالي وهو رجل عالم جدا يقاله عبد الله الفودي شيخ عبد الله الفودي وأخوه كان مجاهدا كبيرا عظيما في فريقيا يقال شيخ إبراهيم الفودي وهو من مريد الشيخ سيد المختار الكنتي فهو راجل عالم وله علوم نافع 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 جدا وكتوب يعني أوصلها إلي بعض طلابه مفيدة جدا ومنها ضياء التويل هذا كتاب نفيس ذكر فيه هذا وغيره من الفسرين لأني أستحضر الآن كلام ضياء التويل وهو كتاب نفيس ومن الذين لديهم في بلاد موريتانيا هناك أيضا الشيخ محمد الحسن الخديم فهو من مكتبته حسب ما بلغاني عنه كتاب نادر في بلاد موريتانيا المهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهر منه فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما قال رسوله قال الله ورسله أهو العلم ليأرجع إليه أو ما استنبطه العلماء من ذلك أما علوم الدنيا لا تعد علوما نعم من تعد فرض كفاية لمن تعلم العلوم الشرعية ابتداء وأراد بها نفع المسلمين وإلا في غير مقصودة لذاتها العلم ما أكسب خشية العلي عليم وما خلا منها فجاهل أم لي ذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عبادة العلماء بعد إن العلم الشرعية فرض لزم واجب لازم كل أمرئ مكلفين أن يعلمه يجب على المكلف وكل تكله بشرطه العقلي كما قال ابن عاسر مع البلوغ بدمنا وحمل أو بمني أو بإنبات الشعار أو بثمان عشرة حولا ظهر يعني البلوغ علاماته البلوغ التكليف والتكليف هو الثقل مهلا أن يتحمل الإنسان كل فتن فهو قبلها الصبي لا مرفوع عنه القلم إما أن تصل المرأة إلى حد الحمل أو الحيض وبإنبات الشعار على العانة الغليظ من نسبة للرجل أو المرأة معا هذا يختلط في الرجل أو المني أو بثمان عشرة حول الله أو يكمل يكمل الإنسان ثمانية عشر حولا عاما قمريا ليس شمسيا فالفرق بين القمري والشمسي أحد عشر يوما في كل سنة كما نص على ذلك عند قول الله تعالى ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة في سورة الكهف فالسنة الشرعية تنقص عن السنة الشمسية بحد عشر يوما في كل سنة ولما تكمل ثلاثون سنة تنقص سنة كاملة لذلك من هم الآن عمره الآن في السنة الشمسية هذه التي تحسبون بها الآن ثلاثون سنة فعمره شرعا واحد وعشرون واحد وثلاثون سنة وهكذا فكل ثلاثون تزيد واحدا مهلا في القمري وهو الحساب الهجري وهو الحساب الشرعي معتبر شرعا يسألونك عن الأهل التي يقول هي مواقع للناس والحج هي مواقع لبنى الشرع عليها مقادر الأجال والتشريعات كاملة ترجع إلى السنة القمرية بعد أن العلم فرض الذي ما كل من المكلفين أن يعلم كل شخص بالغ أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام ما أوجب الله تعالى عليه من أحكام عليه في شرعي الشرع المراد بها أن الفروع في الشرع واحدة ولكن الفروع كثيرة من المسائل كثيرة فهناك الصوم وطهار وصيام والعلم الذي يقصله المؤلف هنا هو فرائض الأعيان هذا هو اللي يجب على كل مكلفين الفرض العين معناها الذاتي على كل مكلفين فالمكلفون يختلفون فمن من لم يتزوج يختار العزلة وفي من لا يريد الباعة وفي من لا يريد الإشارات وفي من لا يريد أن يخالط الناس فهذا عليه أن يحفظ عقيدته يتعلم أمور عقيدته وإن كان والده حيين يتعلم برهما ويقرأ أركان الإسلام الخمسة وينعزل عن الناس هذا أمر سهل عليه ومن أراد أن يخالط الناس وعليه أن يتعلم خلطة الناس يعني كيف يعامل الناس من أراد الزواج لا بد أن يتعلم أحكام الزواج ومن أراد البيوع لا بد أن يتعلم أحكام البيوع الفرض العين يختلف اختلاف الناس فيه شيء مهلا يجتمع يجتمع الناس فيه جميعا العقيدة وأركان الإسلام الصلاة والصوم والحج والزكاة وفيه ما هو خاص فرض كفاية فرض عين على بعض الناس ويبقى كفاية على الآخرين ويبقى فرض الكفاية هو الذي يلزمه طائفة من الناس وهو ما أشار إليه قول الله تعالى فلولا نفر من كل فقة من الطائفة ليتفقه في الدين ولي ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لا أعلم يحذرون فأصعب شيء هو تعليم الناس ونسر الدعوة لا يصلح له إلا نوادر من الناس كان الحسين العزيز وهو رجل زاهد ويسميه بعض الناس فضيل زمانه الصلاة يقول أنا أحب إلي أن أدرس محظرة كاملة من أن أتعرض لفتوى لأن الفتوى يعني هي أصعب ما تنعب وأما نشر الدعوة فهو أصعب من ذلك به اختلاط بالناس وفيه معرفة أذواقهم وفيه معرفة طبائعهم وفيه معرفة عرابهم وفيه معرفة أخلاقهم وفيه معرفة فسادهم وصلاحهم فهذا صعب جدا لا يدخله إلا من دخل غمرات الموت وخرجها سليما ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها فالدخول في شؤون الناس أصعب شيء ولا يقيض الله تعالى له إلا نوادر من الناس إياكم وإياكم وإياكم من الدخول في شؤون الناس فإن شؤون الناس كرفتاوى والردود على أصحاب الضلالات هذا شيء آخر لا يصلح له إلا نوادر من الناس لذلك كل جيل دائما يصلح له فيه واحد كم في أيام العز بن عبد السلام كان العلماء يقدمونه لذلك عندما أتي المشاكل الصعبة يقدمونه لذلك ولذلك كان اتصال وقطع الهاتف هذه الآلات مصيبة ولذلك كان في أيام العز بن عبد السلام يعني يقدمونه وسمي سلطان العلماء وكذلك في أيام الإمام الغزالي كان يقدم لقمع أهل الزيغي ولذلك سمي حجة الإسلام وكذلك إمام الحرمين وكذلك غيرهم من علماء وهذا أدركناه أيضا في بلاد موريتانيا فكانت الذين ترجع عليهم الفتوى قليل جدا وإن كانت المحاضر كثيرة جدا تجد كل حي من الناس في محاضر فقهية وقرآنية والسيرة لكن من يقصد بالفتاوى نادر هذه فرض الكفاية التي لا يصلح لها إلا نوادر الناس وهي متفاوتة في تدرس العلوم يمكن أن يصلح له بعض من الناس لا أقول كثيرا ولكن أندر من ذلك علوم القضاء وعلوم نشر الدعوة هذا لا يصلح له إلا نوادر من الناس خصوصا الرد على أهل الزيغ والإلحاد هذا نادر من يصلح له لأنه لا بد أن ينور بالاعتدال وينور إلى المصلحة هل هناك مضار تقابل ذلك أو لا تقابله يعني يعتاش إلى علم غزير وفهم شديد جدا وفهمه شديد وتوفيق من رب العالمين هو أول ذلك نعم لا إله إلا اللهم هذا هو العلوم العلوم الفرضية العينية هذه مضاشبة على كل مكلمة والذي ورد فيه قول الحديث فطلب العلم فريضة على كل مسلمين هذا الفرض العيني وأما الكفاء فهو ما ورد فيه قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقات منه طائفة يتفقه في الدين ورد في الجميع قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولذلك بوّب البخاري فقال باب العلم قبل العمل أينما كان سواء كان علما كفائيا أو علما يعني عينيا لا بد من العلم قبله قال شراح البخاري بوّب البخاري ذلك لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أي يفعل أعمالا تكفر الظنوبة تقربك إلى الله تعالى فليس المراد أن تقول استغفر الله الاستغفار كما قالت رابعة العدوية التابعية الجليلة التي كان سفيان الثوري كانت في أيام سفيان الثوري وكان أدهشت أدهشت العلماء يقال لها مربية الرجال تقول في كلامها النفيس استغفارنا يحتاج إلى استغفار فما بالك باستغفار الجهال هذا لا يعد استغفارا أصلا نعم كل منه مكلم يعلم ما أجب الله من الحكام عليه في اشتراع الإسلام وأن خير ما اعتنى وشمر له المتامى فيه نفع الورى خير فعلى تفضيل وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه يصلها أخير وأشر ولكن لكثرة دورانها في العربية كما قال المختار بالبنى في الحميراء أغناهم خير وشر عن قولك أخير وأشر وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر خير معناها أفعال التفضيل أفعال التفضيل أفضل معناها أن أفعال الخير كثيرة ومتفاضلة لابد أن يشارك المفضولة في فضله الفاضل والمقولة كما قال في الحميراء أيضاً خير معناها أن العلوم كلها خير علوم الشرعية ولكنها متفاوتة والأعمال أيضاً الخيرية كلها خير كل المعروف الصدقة ولكنها متفاوتة معناها أفضلها وخيرها أن خير معتنا وشمر ما شمر له الفتاة الفتاة من الفتوة والذكاء والعقد ما فيه نفع للوراء إن كان صالحاً لذلك حذار من أن لا يصلحاً ذلك فعليه أن يعتزل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال يا أبا ذر إني أحبك ابتداء أنك رجل ضعيف فلا تتحمل أمانة هذا لا بد أن نفهمها فإذا كان الإنسان صالحاً لخدمة المسلمين ومخالطتهم فهذا هو أفضل وإلا فليبقى في بيته وينفعهم بأشياء أخرى يدعو الله تعالى لهم ويصل الأرحام ويشتغل بأمور أخرى كما قال ابن عطاء الله السكندري الزم الباب الذي فتحه الله تعالى لك فإن فتح لك باب العلوم والدعوة إلى الله تعالى فسوء أدب معه أن لا تشتغل بذلك كل ميسر لما أخلق الله وإن فتح لك باب الخدمة وأن تتعلم فرض عينك وتكون دكتوراً أو تكون تاجراً ما تنفع المسلمين بعد تعلم فرائض الله تعالى ومعرفته ما تشتغل فيه ما تعمل فيه فهذا باب خيراً أيضاً لا حسن الله في ذنتين رجل أتاه الله تعالى العلم الحكمة فهو يبثها في الناس أو رجل أتاه الله تعالى مالاً وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينفق فيه يفعل فيه هكذا وكذا وكما في الحديث الآخر سبع الذين يضلهم الله ما لا ظل لها رجل تصدق بصدقات حتى لا تعلم شماله ما تنفقه هذا خير كثير هذا نعم المال الصالح لرشل الصالح هذا إذا هيأك وقد رأيت هذا من كمال المقطع الثاني فقال فقد رأيت حاوياً مختصراً قد رأيت ما فيه نفع للمسلمين هذا أفضل كما قال محمد المولو هذا يرغب فيما فيه ما تعدى نفعه أعمال متفاوتة كما قلت لكم ولكن من أفضلها ما تعدى نفعه لغيره كخدمة المسلمين وكتابة الكتب النافعة وحذار من كتابة الكتب بهذه الأيام فإنها غير نافعة وغالبها تضيع وقت غالب ما يكتب الآن من الكتب تضيع وقت إما هو لأخذ الشهادات شهادات الزهر وإما هو لنشر الأفكار الجديدة وهذا ليس نفع الوراء فالأمة الإسلامية لديها مكاتب ولديها تفاسير ولديها فقه ولديها أصول وهي شبعان من العلم تحتاج إلى من يدرس العلم تحتاج إلى من يدرس هذه المكاتب العميقة الدقيقة لا نحتاج إلى كتب جديدة لا نحتاج إلى كتب جديدة غالبة نحتاج إلى أن نحل المتون نحتاج إلى أن نحل المتون من تعلم الفنون وفهمها من تعلم المتون حاز الفنون ولذلك يقول العلم كالجمال والخزائم موتونه فاقتد بها يا حازم أملاع علي محمد شيخ بن ابباه رحمه الله تعالى ونفع نبيه ونعم الرجل الصالح قال العلم كالجمال والخزائم موتونه فاقتد بها يا حازم فالعلم كالجمال يعني أجرام كبيرة جدا وهياكل عظيمة جبال عظيمة ولكن مقاودها المتون فإذا حفظت مثلا على سبيل المثال أسهل المسال كذا إذا حفظته سيمكنك من مطالعة مكتبة على إن كنت ذكيا أو يمكنك من ما تحفظ به فرضك اليوم يعني في السفر كما قال الإمام الغزالي هذه المختصرات هي كمهنة ما بين الفرق ما بين كمهنة الفرق بين العالم الكبير والعالم الصغير ولذلك قال الله تعالى وفي أنفسكما فلا تبصرنا ثم قال بعد ذلك وفي السماء رسقكم وما تعدونا وما قال بعد ذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إشارة إلى أن الإنسان مختصر صغير لكنه يكفيك إن نظرت إلى نفسك كافيك يفهمك التوحيد الكامل وما بعد ذلك تطلع على الملك العظيم ملكوت السماوات ولم ينظروا في ملكوت السماوات وراضي وما خلق الله من شيء يزداد إيمانك كذلك هذه المختصرات القليلة لا يستطيع قليلة حقيقة المختصرات النافعة الجامعة التي جمعت الألفاظ القليلة ولكنها أدخلت فيها المعاني الكثيرة وهذا وحده الاختصار الاختصار اختصار الألفاظ مع كثرة المعاني هذه تفيد لإنسان فائدة عظيمة وأنا قد جربت الكثير من الناس اللي أنا يحمي الإجازات ومر على كتب الفقه والعقيدة والأصول وجربتهم من أنحاء المعمورة وما فيهم واحد يمكن أن يجلسه ويدرس مختصرا في مذهبه لا زبد في مذهب الشافعي ولا نور الإضاع في مذهب حنيفة ولا ابن عاشر كان مالكيا من مذهب المالكية إلا إذا درست في المحاضر الموريتانية ولا يقول هذا فخرا ولكن الواقع واقع لا أقول هذا فخرا وأنا أعلم أن موريتانيا الآن ماتت ورحلت هذا حديث عن كان هذا حديث كان هذا خبر هذا خبر كنت كنتيا وأصبحت عاجنا وشر الخصال المرء كنت وعاجنه هذا هو حالنا الآن ينبغي أن نعلمه نعلم أن نهزن على أمسنا أن نتكلم عن موريتانيا الماضية إذا لم يدرس الإنسان على المنهج القديم ويحفظ ابتداءا ابن عاشر ويحفظ الأخضر ابتداءا ويحفظ رسالة ابن بيزيد ويحفظ أسل المسالك ويتدرج إلى خليل يبقى صفر اليديني أنا جربت وعنا عندي الآن كتابة من الدكتور في المدينة المنورة على ساكنها وعلي أفضل الصلاة والسلام كما تقولتم الآن السعودي وكتب في هذه الكتابة سأرسلها إليكم إن شاء الله سأرسلها إلى المجموعة المؤسسة حتى تراها وتوازع على الناس إن شاءت فهي كتابة دقيقة جدا حيث جزاء الله أخيرا امتدح فيها المحاضر الموريتانية وقال أنه مر على محضرة عن الخشبة وأعتقد التيسير حسب ما أتذكر الآن واستفاد ووجد الناس هناك يعني يحفظون الموتون وهذا صار قليلا جدا مع أن للأسف كما قلت لكم موريتان الآن تدهور ولكن هذه بقايا قليلة تعد على رؤوس الأصابع والعبرة بالغالب لا بالقليل فللأسف قليل الآن من محاضرنا ولو المحاضر المذكرة صار يخف به الحفظ وصار يتدهور للأسف نعم نعم هذا قد رأيت حاويا مختصرا قد رأيت حاويا رأيت حاويا قد قال مؤلف رأيت حاويا مختصرا مهذبا حاويا معناها جامعا معناها كتابا جامعا لزبدة من عقيدة الاسنة والجماعة والفقه المالكي والأخلاق ما يسمى بالتصور ميسرا معناها مهيئا كان نثرا وهي فائدة النظم لأنه أنشط وأبقى في الذهن كما سيقول مهذبا مصفا معناها مهذبت زرعي صفيته معناها 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 ذلك أن أن ترثيبه جيد وأنه أيضا سالم من الأقوال الضعيفة غالبا لا أقول في كل الأحوال سنبين الأقوال الضعيفة فيه إن شاء الله وتعالى مهذبا للمبتدي معناها للمبتدي معناها الذي لم يكن واسع العلم لم يكن يعني في النهايات لمبتدي لمبتدي ميسرا ونحن الآن من قرأ أسهل مسارك يعد عندنا متوسطة في الفقه وقال هكذا مبتدي وهكذا قال في رسالة ابن أبي زيدين القيرواني قال يا رسالة للصبياء ونحن الآن من قرأ رسالة ابن أبي زيدين نعتقده أنه صار في الفقه المالكي لا باسب وهذه مصيبة أصاب الله بهذا البلد هو قال ابن الحاج حماه الله رحمه الله تعالى نفعنا به القلاوي البكري على ما تلجه في هذا الجيل ترك الرسالة إلى خليلي وترك الأخضري لابن عاشري وترك هذين لهذين إحذري للفاضل الرجل الفاضل لا شك أنه فاضل لأنه لو لم يكن فاضل أنه في قد هذا العمل الصعبي المفيد السهال لا أدري هل هو نسبة إلى بلد أو إلى قبل الله تعالى أعلمه ولا حاجة مع أن هذا الكتاب كله أرجعوا إلى مختصر خليل أو أرجعوا إلى ابن عاصم أو أرجعوا إلى شروع خليل كتب المالكية طافحة بما فيه فهو مجتمل على 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 كبكبة من الفروع المالكية المشهورة غالبا ولا تحتاج إلى تأصيل دوام المالكية موجودة وعقدته للسنة رجعوا إلى كتب السنوسي وإلى ما دونه الأشاعرة والمالك ردية وهما بمعنى واحد ستجدون أيضا ما دونه موجود هناك نعم أدريت الفاضي للسهاء إبراهيم حباه مولاه الرضا المقيم حباه مولاه أعطاه الله تعالى الرضا 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 من الله تعالى وأن يرضى عن العبد لضلاس أخط بعده وهو عظم شيء على الإنسان الرضا المقيم الرضا دائم حباه مولاه وهذا هو عادة المحسنين من الخلف أنهم يدعون من قبلهم لذلك يقولون الخلف مطلوب بالدعاء لمن تقدمهم خصوصا إن كانوا آباءهم في الدين فهم آباؤنا في الدين من علمك حربا ومولاك فهؤلاء آباؤنا في الدين ولذلك يقول ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة في حقه من المعطن بهبات وافرة لوله في درجات الآخرة لأن الخلف وهذا اقتداء بقول الله تعالى ولين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وينحباه مولاه الرضا المقيمة يدعى بتغيب المريد السالك انتهينا هناك وأقول قولها واستغفر الله لي ولكم سبحانه ربك رب العزة عما أصر السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله